أعتقد أنه لازم أختلف مع حضرتك لأن الحجاب في علامة كانش موجود كانش موجود فين؟ لا في مصر ولا في الوطن العربي تم تمس التاريخ ما قبل السبعينات بالدعاء أنه كان موجود قبل كده واختفى ورجع تاني للزهور تصوري الشخصي أن لكن ما هي حجاتك أن الحجاب لم يكن في مصر قبل السبعينات؟ حاجات كتير نعم أولا ببساطة شديدة مش عايزة أقول لك أفلام السينما عشان خاطر ما تقولش ده حاجات موجهة لكن ببساطة جديدة تقدر مثلا تشوف الحفلات الغنائية بتاع الزمان كل جمهور الحاضر ما كانش في حجاب الحفلات الغنائية يعني أنت ترى الآن أننا نستقيدنا من الحفلات الغنائية والأفلام لا طبعا لا أنا أستقول ده شعب موجود وفيه صور هذا يمثل الشعب كله أم شريحة من الشعب؟ الشريحة الأكبر من الشعب الشريحة الأكبر من الشعب؟ هم الذين كانوا يحضرون تلك المهرجانات والحفلات الغنائية بساطة لو هجبتها لك من ناحية الأفلام السينماية في بعض اللقاطات متصورة في الشوارع الجمهور عادي في الشارع ملناش دعوة بالممثلين هتلاقي الشارع كل الستات بدون حجاب في الشارع كله؟ أه يعني أنا واحد من الناس لما أجي أسأل والدي أو والدتي جدي وجدتي ودول طبعا عصر السبعينات هم قبل السبعينات تمام الوضع يمكننا عندكم عملت زي كشاهد عيان على هذه المرحلة ولكن لا كان السيدات محجبات صحيح كان فيه شريحة من المجتمع غير محجبات كان الشريحة الأكبر كما هي الشريحة الآن موجودة أيضا عندنا شريحة غير محجبات في المجتمع ده موجود وده موجود لكن هذا لا ينفي أبدا أن مصر كان فيها محجبات في هذه المرحلة نسبتهم قدية نسبتهم قدية أعطاق الضيلة ولنفترض جدلا أن 80% طبعا ده نسبة غير عاديلة وليست بالمرة منصفة يعني ولنفرت جدلا أن 80% من النساء المصريات لم يكن محجبات في هذه الحقبة هل هذا دليل شرعي على أن الحجاب ليس بفرطة؟ لا مش دليل شرعي ولكن بيديك دلالة الأظهر عمره قدية أكثر من ألف سنة فين الأظهر ساعتها؟ ليه لم تكلمش عن الحجاب؟ دي نقطة مهمة جدا أنا أجيب معي النهار ده حتى مثلا تصور دايما متدولة على السوشل ميديا للمشايخ الأظهر مع زوجتهم مع بناتهم بدون حجاب السؤال بقى لو أنت بتتكلم على الجمهور العادي ماشي أوكي مثلا واحدة ما تعرفش الحجاب واحدة مش مؤمنة بالحجاب أي ما يكون لكن لما تجيب لي مشايخ الأظهر متصورين مع زوجتهم مع بناتهم بدون حجاب نعم تفصل لي ده بإيه؟ أنا أعزت علىك سؤال لو حضرتك الوقت يا الأمة جميع تتفق على شيء معين أنه واجب من النحاش رعي تمام أو الوضوع للتفاق ده برضو فيك سلح لما نهزت علىك سؤال بقى نظر عن الحجاب تمام ثم رأيت عمر أو غير عمر أو داعية من الدعاء أو عالم العلماء وقع في معصية أو في كبيرة من الكبير أو في منكر معروف بين الناس تمام هل هذا معناه أن هذا الفعل يجوز؟ أصل أنت بتكلمش على واحد أو اتنين تكلم على عدد كبير يا سيدي عشر خمسوشر عالم العلمية للأمة وقعوا في منكر ومعصية هل هذا العالم يخطئ ويصيب أم لا؟ كلنا نخلق نصيد ليس مقصوماً عن الخطأ إذن إن أخطأ ليس هذا حجة على الأمة مش حجة أتكلم ليه في صمت على فريضة ما أنت بتكلمناها فريضة خلاص؟ ليه ما بتكلمش عنها إزاي شيخ أزهري بنفس المنطق بتاع الأزر الموجود دلوقتي ما بتكلمش عن حجاب أنا سأعطيك سؤال العجيب أن حضرتك أزهري تمام ليه عجيب ليه؟ هل أخذك نقطة نقطة كلنا أزاهرة في هذا المجلس لكن دعنا نقول حضرتك أزهري وأكيد طبعاً حضرتك درسته خلال المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية في الأزهر الشريف أن الحجاب واجب شرعي ما حصل للم حصلش لم تدرس أبداً عن الحجاب فريضة؟ كان فيه درس اللقطة على العورة مثلا يقول لك عورة الأمة وعمرة الحرة طب عورة الحرة من هنا لفين؟ ماشي وأنا بقى هنا ده اللقطة باختبار بيه حاجات كثيرة أنا ده أستاذ والأزر غير مقتنع بيها غير مقتنع بيها طبعاً لأن أصلاً الإسلام من البداية أول آية في القرآن اقرأ لابقى لازم بعد كده عندك آيات كتير في القرآن أفلا تتفكرون أفلا تعقلون أنا مطلوب مني أشغل دماغ على ذكري هذه الآية هل حضرتك عندها في الأدلات الشرعية المتعلقة بالإجاب ودرستها وبالتالي خرجت علينا بهذا الأمر طبعاً طبعاً أريد كتير جد يعني لو إحنا هنسترسل في الكلام لما تجيب لي هم أيتين أية في صورة النور وأية في صورة الأحزاب خلاص وحديث مجذوب لتاع خالد المدريك لما تيجي تبص على الأيتين مفيش أي دليل شيء على حديث مجذوب ماذا يقول بتاع الأسماء إذا دخلت أسماء على الرسول بلباس الرقاق فقال يا أسماء إذا حضرت المرأة لا يزمينها لهذا وذاك وأشار إلى وجوة كافية وما أنا أدراكي أنه مجذوب خالد المدريك هو آخر حد روي عن عيشة وخالد المدريك بكلام سنن أبو داود قال لك ده لم يدرك عيشة ولده بعد وفاتح عيشة يبقى ما رواش الحديث تصدق أنت أبو داود ومن ليه ما صدقوش بنا بسكتها تصدقه طب خالد المدريك تصدقه أم لا تصدقه أصدقه طيب هل هو يقوله بفرضية الحجابة من بعدمها لا ارجع له بقى هو سبحان الله أصدقه في جانب وتكذبه في جانب لا أولا عندنا لما نجي نبص على الأحاديث اللي بتتكلم على الحجاب كلها أحاديث أحد طبعا ما أحاديث أحد أنا أخد بها ليه إزاي أحاديث أحد يقيم حجة شرعية على الدين نعم معلش طيب ده الحديث الأحد دا يقيم أي حجة في أي فرضية غير الحجاب إذا أستطيع أن أقول ملخص لكلام حضرتك إن حضرتك شايف أن الحجاب عادة وليست عبادة بالضبط مفيش في القرآن كلمة الحجاب فرد مفيش غطاء الرأس فرد نعم لو أنت طبعتني من القرآن هذا اللفظ أنا معاك أقول لك الحجاب فرد الله عز وجل لم يقل يا أيها النبي وقل لأزواجك وابناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهن من جلابي بهن يدن الجلباب فين بقى الرأس جلبابيه منين لفين أيوا فين بقى قولي أنت رسلك أو منين لفين لا أنت قولي أنت حضرتك لآن باحث ماشي أنا باحث بس أنت قولي الشيخ لابي تلبس من فين الشيخ لابس جلبابيه لابسه على رأسه أو لابسه على ركاتفه الشيخ لابتدي القميصه يعني نجي باب لمرأة فضلي الشيخ لابي ليه جلباب لمرأة لين ما أنا أقول لحدك واحدة واحدة